اخواني اخواتي السلام عليكم اسلام عليكم هذه كمامة كمامة اللي كيدروا حول فيروس كورونا اخواني يقول موجه لجميع الناس فاعني هذه كمامة للوقاية من فيروس كورونا احد السيدات قالت ان هذه الكمامة وجدتها امام بيتها مكتوبة هكذا وقالت هل هذا سحر وهل يمكن ان يقوموا بسحري في كمامتي نعم سيقومون بسحرك في كمامتك لان الكمامة لا بد قبل ان ابدا في هذا الى انواع السحر المشهورة ثلاثة انواع من السحر المشهورة السحر الاطار وسحر الارسل او عن بعد وسحر المباشر او سحر اللمس فالسحر الاطار وهو ان يأخذ من دمك او شعرك او عارقك وهذه الكمامة تحتوي على عرقك أو ربما شعرك وسحر الإرسال وهو يعمل بالصور والأسماء وهو قليل فعالية أما سحر الأطار فهو أشر وأقوى من سحر الإرسال وأقوى هم وهو السحر المباشر أو المأكل والمشروب والمرشوش على الملابس والجلد وبعده الأطار وبعدهم الإرسال يعني هذا هو من الدرجة الثانية والمباشر من الدرجة الأولى إخواني أحدر الناس من رمي كمامتهم في الأزبال أو رميها في الشارع وقد يقاسل هذا على الأطار فعليه الصلاة والسلام أمر بدفن الدم والشعر وأطار الناس وهذا قد يكون من هذا القبيل فيجب حرقها للكمامة وعدم رميها في الأزبال ربما هناك عدو شرير ساحر يترسد ويتربس بك أو يترسد الفرصة يأخذ القليل من أثارك ومهمة الأطار أو دور الأطار في السحر فهو يكتشف يعني خادم السحر والجن يكتشف يعني طبيعة تلس الإنسان من خلال يعني الحمض النووي أو لدئين في يعني عرقه أو شعره بذلك يكتشف يعني طبيعة جسم الإنسان وهلته ولهذا يقوم بالسيطرة على مناتك الحساسة عنده فيعني إخواني أحذر وأنصح جميع الرقاط والإخوة العاملون في المجال الرحاني أن يقوموا بحملة حول هذا الأمر وأن يقوموا بإرشاد الناس حول يعني هذا الأمر لكمامة يعني فيها ضرر لك ولغيرك إذا رميتها وأخذها شخص وقم بسحرك فيها فقط تقوم وتصاب وإذا فيها فيروس وأخذها شخص يعني ولمسها أو لمسها عامل لضافة قد يصاب للفيروس يعني أحسن شيء يعني تأخذ لكمامة وتقوم يعني بحرقها يعني هذا يعني أحسن طريقة إخواني أخواتي يعني أحدر مرجو نشر الفيديو على نطاق واسع يعني المرجو نشر الفيديو على نطاق واسع في جميع الدول العربية يعني جميع الدول الإسلامية يعني 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 تعوم الفائدة آآ ويعني آآ هذا أيضا آآ إخوان المعالجين في بالرقية أن يقوموا بفيديوهات آآ مشابهة لهذا الفيديو من أجل آآ توعية الناس عظم رمي الكمامات لاحتوائها على العلق والشعر لكي لا يقوموا آآ يعني الأشرار والأعداء بسحرك ويعني آآ هذا كل شيء يا إخواني يا إخواتي الوقاية خير من العلاج السلام عليكم اشتركوا في القناة